مجلس دارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام قرر انه يعقد جلسة مع الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام يوم الاثنين اللي جاي ليه بقى الجلسة دي في اتحاد الكرة عايزين يعودوا مع كلاتنبرج انا هلالكم بالبلد دي كده مش هقول لكم الخبر نصا يعني عايزين يعودوا مع كلاتنبرج يا عم كلاتنبرج احنا جايبينك عشان تطور الحكام جايبينك عشان الاخطاء تقل الاخطاء زي ما هي واحيانا بتزيد طيب انت ايه مشاكلك انت محتاج ايه عشان نطور انت ايه اللي ناقص عندك احنا زي ممكن نساعد هو عموما جاي من اجازته الاجازة بتاعة الكريسماس خلال 48 ساعة كنتوا عارفين طبعا لو كانوا اخد اجازة قبلها بتاعة التحليل كاس العالم الشهر بتاعة كاس العالم ورغم كده ورغم ان حتى لو كلامي يبدو انه فيه اسقطات على الاجازات انا محبش طبعا راجل جاي فينا عايزين يقعد معنا شوية بس رغم كده رغم كده اتمنى ان اتحاد الكرة يساعد كلاتنبرج ان التجربة دي تنجح كلاتنبرج يساعدنا انه ينجح التجربة ديت عشان احنا محتاجين فعلا وجه جديد ووجه اجنابي احنا جربنا كل الوجوه المصري مع كل اللي احترام ليهم كل اللي احترام كلهم اسماعة محترمة وكبيرة بس كل حاجة ما مشيتش كويس فعايزين كلاتنبرج ده ينجح عشان التجربة اللي احنا قلنا لعله وعسى تخلينا نتحل شوية مشاعر التحكيم تتحل لعله وعسى اشتركوا في القناة